السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبتسمعوا كلام بابا وماما ها حفظتوا الصورة اللي فاتت صورة الناس طيب وكتبتوا انتوا عملتوا ايه وانتوا بتحفظوا زي ما اتفقنا ان شاء الله كل اللي يحفظوا الصورة او يقرأها مع ماما او يقرأها مع بابا ياريت يقول لنا هو عمل ايه هل هو فعلا قرأها كويس في مشكلة طب قابلته عشان ممكن ان شاء الله نساعده فيها اه وياريت لو حفظها ياريت يكتب ان انا الحمد لله حفظت الصورة عشان قلنا اصدقائنا يشوفوا اللي انت كذبه ويتشجعوا ويعملوا زيك ماشي اصدقائي ان شاء الله معاكم عم احمد زي ما اتفقنا قبل كده ياريت اللي سمع الفيديو يكتب اسمه تحت في التعليق عشان يتعرف على بعض وكل اصدقائنا يتعرف على بعض النهاردة ان شاء الله هنحفظ صورة الفلق تاني صورة من جزء عامة نبدأ يا اصدقائي بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي القطر جه اللعبة دية بتعلم ازاي نحفظ الصورة كلمة كلمة يعني مثلا صورة الفلق اول اية فيها بتقول قل اعوذوا برب الناس فالاية متكونة من اربع كلمات فالقطر هنا مقسم من اربع كلمات على كلمتين وكلمتين هناخد كل كلمتين ونحطوهم في العربية بتاعتهم والاطفال اللي انت شايفينهم جوه الصغنانين دولا هيكرقوا الاية تيجي نجرب كده يلا يبقى اول كلمة في الاية قل اعوذوا قلناها مع بعضين يا اصدقائي انا عايز بقى طول ما احنا قاعدين نحرك بقنا واحنا بنسمع الايات ماشي قل والوراية يلا قل قل اعوذوا قل اعوذوا جميل يا اصدقائي انا سامع ناس بتقولها هي انا ها سامع ناس الحمد لله بجا اتنطق اكيد طيب قل اعوذوا ايه برب الفلق قل اعوذوا برب الفلق يبقى اول اية بتقول قل اعوذوا برب الفلق اقولها تاني مرة عشان اصدقائي يقول معنا قل اعوذوا برب الفلق الاية اللي بعدها بتقول ايه طيب نخلي كده نحط الاية على العربية بتاعت الكتار من شر من شر من شر ما خلق الله يبقى كاني اية بتقول من شر ما خلق من شر ما خلق تب حد فاكر اول اية بتقول ايه اه اول اية بتقول كل اعوذوا برب الفلق الاية اللي بعدها بتقول من شر ما خلق كل اعوذوا برب الفلق من شر ما خلق جميل جميل يا اصدقائي تعالوا نكمل بيت الاية ومن شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب اقرأوا معايا اصدقائي اول اتاني بالروح ومن شر غاسق اذا وقب جميل الاية اللي بعدها وما شر النفاتات ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات ومن شر النفاسات في العقد في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد على فكرة اصدقائي وحنا بنقرأ كده وانت بتقرأوا معايا انا هحفزكم الصورة ان شاء الله باكتر من طريقة كل طريقة وانت بتقرأ بيها معايا ان شاء الله في نهاية الفيديو هتكون شبه حفزتها لو قررت الفيديو مرة الفيديو لو شغلته مرة واثنين وقرأتها مع ماما مرة واثنين اكيد ان شاء الله هتحفظها عشان انتوا شاطرين وبتركزوا وقبل اي حاجة ادعي قولي يا رب احفزني الكرآن عشان اللي يحفز الكرآن ايه اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيدخلوا الجنة وكل آية بيحفزها بيرفع درجته في الجنة بيحطه في مكان احسن في الجنة كل ما يحفز آية ربنا يحطه في مكان احسن في الجنة غير ده كله بقى اللي بيحفز الكرآن بيلبس والده ووالدته ابوه وامه يعني بيلبسهم تاج من نور تاج عارفين التاج اللي بتحطه على الرأس دوت بيلبس باباه ومامته تاج من نور فشوفوا بقى حفز الكرآن عزين قد ايه يا اصدقائي يلا نتشجع ونكسلش والكرآن سهل ربنا قال ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر يعني ربنا سبحانه وتعالى سهل حفز الكرآن نكمل يلا يا أصدقائي نكمل يا أصدقائي نكمل يا أصدقائي نحن كده خدنا الكطار وخدنا فكرة عن صورة الفلق صورة اسمها صورة الفلق نأخذ لعبة تانية برضو بتساعدنا ان نحفظ صورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم بالوقت الأطفال أو الطفل اللي قرأ الآية قال بسم الله الرحمن الرحيم أنا بالوقت عندي ثلاث طيارات كل طيارة فيهم مسكة آية وراها هي شايفينها؟ يعني أول آية فوق ومن شغ غاصكم إذا وقب والآية تحتيها والآية تحتيها أنا أختار الآية اللي هو قالها أول دلوقتي قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أختار دي أخر واحدة تحت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أول آية فوق كل أعوذ برب الفلق أختار أول طيارة أين شغingu dzia liberty ومن شغع غاصك إذا وقب من شغع غاصكن إذا وقب من شغع خلق تاني تيارة تحت بيت أختارها بصل Bien meinenười صحيح من شغع غاصك إذا وقب من شغع غاصك إذا وقت من شغع غاصك إذا وقب لتالت طيارة من تحت كان من شغع غاصك إذا وقب أول وحدة فوق ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أنه وحدة آخر وحدة فقط ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد كده يا أصدقائي إحنا خدنا سورة الفرق مرة عن طريق الكتار ومرة عن طريق الطائرات تعالوا دلوقتي بقى هنخش مع أصدقائي برضو بيقرأ صوت الفرق هنكرأ معهم تعالوا نخش كده معهم بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد من أصدقائي اللي وقفين دولة ماسك آية وفي واحد بيقرأ الآية فاحنا هناخد من كل واحد فيهم الآية اللي هو بيقرأها ونحطها مكان الآية بتاعتها فوق نبدأ يلا أصدقائي أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أول آية بتقول كل أعوذ برب الناس أو الولد دوة اللي مستها الآية دي أخذها كده حطها فوق كل أعوذ برب يلا نبدأ يا أصدقائي هناخد أول آية ونحطها فوق أول آية بتقول كل أعوذ برب الفلق ثاني آية بتقول من شر ما خلق ثالث آية بتقول ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب رابع آية بتقول ومن شر النفاتات في العقد ومن شر النفاتات في العقد على فكرة يا أصدقائي أنا بديكم الآيات دي عشان أدنكم بس تأخذها الآيات لكن في آخر آخر لعبة هتسمعوا الآيات دي كلها كاملة والصورة كلها كاملة سأكد لكم كل اللي انتوا سمعتوه في أول الفيديو ومن شر حاسد إذا حسده اللهم صار على محمد يا رب صار عليه وآله نكمل نكمل يا أصدقائي دلوقتي هنكرق الصورة مع الأطفال اللي بيكرقوا كلهم أطفال شطرين وبيكرقوا بصوت عالي وحد يكسل لازم كلنا نكرق واحد بيكرق وكل أصدقائه بيرد عليه فنحن إن شاء الله وهو بيكرق نسمع من الأول أصدقائه بقى إحنا نكرق مع أصدقائه وهم أصدقائه بيرد عليه بيكرقه إحنا نكرق مع أصدقائه هو أحد يا أصدقائه ما يقولش معاه عشان كلنا نحفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقا إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صار على محمد جميل أو يا أصدقائي نعيدها ثاني مرة أصدقائي عشان نحفظ يلا احنا أول مرة قلنا نقولها ثاني مرة عشان نحفظها كويس يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يلا أصدقائي نسمحها ثاني مرة عشان نحفظها كويس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غازق إذا وقبل ومن شر النفاتات في العقد ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد خلاص كده أصدقائي آخر مرة أشغلها بس يريد محدش يعد ساكت ولازم أن كل يقرأ معاه عشان كل يحفظه عشان كده عمو أحمد يزعل من نقوه يلا أصدقائي كل يقرأ يلا أحد ما يقرأش عشان نحفظها كويس ويريد بعد بعد ما نخلص الفيديو شغلوا الجزء الأخير اللي هو فيه الأطفال هما بيقرأوا عشان تقرأوا معاهم الصلة كاملة يريد ويريد كل واحد ماما تبقى جنبه وهو بيقرأ عشان ترجع له وتخليه يحفظ أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غازق إذا وقبل ومن شر نفاتات في العقدة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صلاة الله الرحيم نحن كده الحمد لله يا أصدقائي خلصنا صورة الفلق وأتمنى منكم أن تسمعوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة وبعد ما تسمعوه ممكن تخلوا كل واحد يكون يخلي مامته قاعدة جنبه وتساعدوا في الحفظ وممكن يعيد معاها الصورة مرة واثنين وثلاثة صدقوني مش تاخد معاكم حاجة في خلال نص ساعة ساعة إن شاء الله هتحفظ الصورة ويريد كل واحد ربنا يكرمه ويجتهد ويحفظ الصورة يكتب إن هو الحمد لله حفظ الصورة يكتب كده الحمد لله أنا حفظت الصورة ولو يكتب اسمه كمان ياريت عشان نتعرف على بعض أكتر وأصدقائنا يتشجعوا حتى كده خلصنا الحلقة بتاعتنا وأشوفكم بخير إن شاء الله واتوحشوني أصدقائي مع السلامة عم أحمد يتمنى إن انتم إن شاء الله تحفظوا الصورة زي ما هو قال لكم ونسمع كلام بابا وموم يالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا